برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقعت وزارة الكهرباء اتفاقا مع الصين لانشاء محطات لطاقة الشمسية وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ان الاتفاق تم مع شركة باور الصينية بشأن انشاء محطات طاقة شمسية بسعة 2000 ميجاوات تنفذ بسعة 750 ميجاوات كمرحلة اولى وصولا الى سعة 2000 ميجاوات واشار البيان الى ان مشروع الطاقة الشمسية يعد من اول المشاريع الرائدة في العراق وينفذ لاول مرة وسيساهم المشروع في زيادة انتاج الطاقة الكهربائية لرفض المنظومة بالطاقة المتجددة النطيفة